من أجل إدفاء زخم جديد على جهود المملكة الرامية لضمان الأمن المائي وفق الرؤية الملكية السامية أشرف اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بجماعة لمهارزة بالساحل بإقليم الجديدة على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء المحطة هي الأكبر من نوعها على مستوى القرى الإفريقية بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب حيث سيستفيد منها ساكنة تقدر أو يقدر تعدادها ب7.5 ملايين شخص التفاصيل مع مختار نيابي وبعثة القناة الأولى جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ليعطي انطلاقة الأشغال لتشييد محطة تحلية مياه البحر لتغطية جهة الدار البيضاء سطات المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية سيكون لها الإسهام الكبير لتخفيف الأزمة المائية وإيجاد أحسن الحلول للاستجابة لمتطلبات سكان يتزايد عددهم بشكل مستمر هذا المشروع يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضية الاستراتيجية للماء لا سيما في السياق الحالي الذي يتسمه بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محوار تطوير العرض المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم وستنجز المحطة الجديدة التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن السطات وبرشيد والبير جديد والمناطق المجاورة من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تم التعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وخلال الشطر الأول الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026 ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا محطة تحلية المياه البحر الدار البيضاء الكبرى هي محطة جيد مهمة القدرة ديالها 300 مليون متر مكعب في السنة وهي تعتبر من أكبر خمس محطات على الصعيد العالمي وأكبر محطة في إفريقيا بعد الإنجاز ديالها إن شاء الله هذه المحطة ستوفر الماء الصالح للشرب للساكنة ديال الدار البيضاء ديالبرشيد وديالستات والنواحي أيضا ديال بير جديد حدث والم وغادي تتمكن من توفير الماء الصالح للشرب لأكثر من 7.50 مليون ساكنة هذا المشروع جيد مهم وغادي تنتج في الشطرين الشطر الأول اللي تعطت الإنتلاق اليوم واللي غادي يكون إن شاء الله جاهز وشغال في نهايات 2026 بالنسبة لنا شرف كبير أن نكون جزءا من هذا المصروع الضخم الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع على المستوى الدولي مما يتميز به من تجهيزات وكذا الاستدامة فيما يخص المكون المتعلق بالطاقة وأظن أنه سيكون حلا لظاهرة ندرة المياه التي تعاني منها عدة دول حول العالم ونتطلع إلى أن يكون هذا المصروع من بين الحلول الناجعة للتخفيف من آثار قلة الموارد المائية ستضم محطة تحلية مياه البحر الدار البيضاء وهي من الجيد الجديد قناتين للجلب مياه البحر على طول 1850 مترا وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر ومنشآت للتناضح العكسي ومن دخات للضغط العالي ومنشآة معالجة الأوحال ومحطة التحكم والتدبير ومحطات دخ مياه البحر وخزان المياه المحلت ترجمة نانسي قنقر